بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السادة الأئمة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع الدرس الثاني من دروس العقيدة الأشعرية وهو تحت عنوان من تمرات العقيدة الإيمان والعمل ولا يخفى أن قضية الإيمان والعمل قد أطارت من الجدل والخلاف بين المتكلمين الشيء الكثير إلا أن منهج القرآن الكريم في عرضه لحقيقة الإيمان أنه دائما مرتبط بتمرته التي هي العمل وهذا العمل هو العمل الصالح تحديدا ولسأي عمل كان ولهذا وردت آيات كثيرة نيفت عن السبعين آية كلها تقرن الإيمان بالعمل كما وردت بهذا الصدد أحاديث كثيرة تجعل من الأعمال الصالحة تمرا للإيمان الذي هو واقر في قلوب المؤمنين من هذه الآيات نذكر على سبيل المثال قول الله عز وجل وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ أَجْرٌ كَبِيرٌ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُضْلَمُونَ شِيئًا إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سيجعل لهم الرحمن ودّا ومياته مومنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا وهكذا الآيات الكثيرة كما تحدثنا التي نيفت عن السبعين دائما تقرن الإيمان بالعمل وتنتهي بمثل الوعد المتقدم من نيل المغفرة والخيرية والجزاء الحسن والدرجات العلية فَالَّذِينَ يُتْمِرُوا إِيمَانُهُمْ عَمَلًا صَالِحًا لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فِي رَوْدَةٍ يُحْبَرُونَ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ إلى غير ذلك من الآيات التي قلت تقرن دائماً الإيمان بالعمل في السنة النبوية أحاديث كثيرة كذلك تعزز هذا المنهج القرآني في عرضه لحقيقة الإيمان المرتبطة بالعمل من ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعباً وفي رواية بضع وستون شعباً فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأدى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فهذا الحديث واضح في دلالته على الجمع بين الإيمان والعمل الإيمان الذي تقرره قولة لا إله إلا الله وهي أعلى مراتب الإيمان لأنها قول باللسان واعتقاد بالجنان وتؤكده كذلك ما ورد في الحديث من إماطة الأدى عن الطريق الذي هو عمل والتنصيص على إماطة الأدى عن الطريق وإشارة إلى أن جميع الأعمال معتبرة شرعاً ولا يوجد عمل خارجة مقتضى الاعتبار الشرعي ولو كان شيئاً بسيطاً نعتقده نحن تافهاً وهو إماطة الأدى عن الطريق من يعمل متقال ضرعة خيراً يراه ومن يعمل متقال ضرعة شرعاً يراه إذا الأعمال مهما كانت صغيرة ومهما كانت حقيرة فهي معتبرة شرعاً ويترتب عليها جزاء تواباً كان أو عقاباً ولهذا شمول هذا الحديث وتنصيصه على إماطة الأدى عن الطريق هو تذكيره بأن الأعمال الحسية مشمولة بالإيمان وأنها مندرجة في أصل الإيمان وليست منفصلة عنه وإذا هذا الحديث يحدث لنا أعلى مرتبة في الإيمان التي هي قول لا إله إلا الله وأدنى مرتبة التي هي عمل وليست قولاً عمل إماطة الأدى عن الطريق وما بينهما ستون أو سبعون شعبة كلها من مشمولات الإيمان وهي فضائل القيم والأخلاق يعني كما ورد في الحديث التنصيص وكذلك عن الحياء باعتباره شعبة من شعب الإيمان لأن الحياء هو الوازع الذي يدفع إلى فعل الخير وهو الوازع الذي يمنع من فعل الشر فإذا ارتباط العمل بالإيمان في اعتقاد أهل السلف والجماعة مسألة مقررة بالكتاب ومقررة بالسنة وهذا الذي تؤكده العقيدة الأشعارية والأصل في هذا أن ندفع غلوين اثنين الغلو الأول هو التكفير بالأعمال الذي كان عند الخوارج والذين كانوا يبيحون الدم كل مرتكب للمعصية باعتباره كافراً خارجاً من الملة بسبب المعصية التي ارتكبها وسلوك الخوارج هذا لسله دليل لا من القرآن ولا من السنة وإنما هو نوع من الغلو والتشدد في إخراج الناس من الملة بسبب المعاصي التي ارتكبونها ومنهج أهل السنة أن المعاصي وإن كانت معاصي ومرتكبها يسمى عاصياً لكنها لا تنقل من الملة ولا تخرج من الإسلام فيبقى صاحبها مؤمناً وإن كان مرتكباً لهذه المعصية ما لم تكن معصيته شركاً كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك الغلو الثاني الذي تدرأه منهجية ارتباط الإيمان والعمل بالعمل في اعتقاد أهل السنة والجماعة والمعطلة الذين يعطلون الأعمال أصلاً من المرجئة وغيرهم الذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة إذن بالنسبة لهم الإيمان هو ما وقر في القلب وإن لم تصدقه الأعمال في حين منهج أهل السلاف في الاعتقاد أن الأعمال ينبغي أن تصدق يعني ما وقر في القلب من إيمان وأن ما وقر في القلب من إيمان ينبغي أن ينعكس على الأعمال كي تكون هذه الأعمال أعمالاً حسنة أعمالاً صالحة أعمالاً خيرة أعمالاً تجلب نفع للناس وتدفع عنهم الضرار فإذن منهج أهل السنة الذي كان يمثله الأشاعر هو الجمع بين الإيمان كأصل مستقر في القلب وبين تمارته التي هي العمل حسن والعمال الصالح هذه مسألة مسألة تانية وهي أن أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم الأشاعر الذين يمثلون هذه المدرسة لا يجعلون من الأعمال شرطاً في صحة الإيمان وهذا الذي وقع فيه الخوارج فقالوا بخروج صاحب المعصية من الإيمان أصلاً ومن الدين أصلاً وإنما يجعلون العمل أو الأعمال عموماً شرطاً في كمال الإيمان الواجب على كل مسلمين وعلى كل مسلمتين ولهذا فهم جعلوا الإيمان كذلك يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي صحيح تؤثر المعاصي على الإيمان على شرط الكمال الواجب فيه وليس على أصله مدام الإيمان مستقراً في القلب فهو مستقر في القلب ولكن يزيد هذا الإيمان بالطاعات وينقص هذا الإيمان بالمعاصي يقول الإمام أبي الحسن الأشعري في عدم تكفيره للمخالفين وندين بأن لا نكفر أحداً من أهل القبلة بدنب يرتكبه ما لم يستحله كالزنا والصارقة وشرب الخمر كما دانت بذلك الخوارج وزعمت أنهم كافرون وقال ونؤمن أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وما قرره الإمام الأشعار هنا كما قلنا هو جملة اعتقاد وقول السلف من فقهاء وعلماء الأمة فقد ذكر القاضي عياد عن الفراوي قال سمعت ابن أبي حنيفة يقول لمالك إن لنا رأي نعرضه عليك فإن رأيته حسناً مضينا عليه وإن رأيته سيئاً نكبنا عنه قال لا نكثر أحداً بدنبين المدنبون كلهم مسلمون قال مالك ما أرى بهذا بأساً ويقول الإمام تاج الدين السبكي منقحاً قول أبي الحسن الأشعاري وعند أبي الحسن الأشعاري رحمه الله الإيمان هو التصديق والضن بجميع عوام المسلمين أنهم يصدقون الله تعالى في إخباره وأنهم عارفون بالله تعالى مستدلون عليه بآياته فأما ما تنطوي عليه العقائد ويستكن في القلوب من اليقين والشك فالله تعالى أعلم به وليس لأحد على ما في قلب أحد اطلاع فنحن نحكم لجميع عوام المسلمين بأنهم مؤمنون مسلمون في الظاهر ونحسن الظن بهم والله أعلم بما في قلوبهم وذكر القاضي عياد عن الإمام مالك أن الإيمان أن الدين يزيد وذلك لقوله تعالى ليزدادوا إيماناً مع إيمانه وذكر عنه في رواية أخرى أنه ينقص كذلك وذكر غيره من العلماء أن الإمام مالك تبت عنه القول بالزيادة والقول بالنقص في الإيمان بسبب الأعمال وقال ابن عبد البر وغيره ملتمساً تخريجاً لقول الإمام مالك وغيره من السلف يعني في كون الإيمان يزيد أو ينقص بالأعمال والمعاصي لأن الزيادة تبتت بالنص وورد فيها النص وهي المحبدة أصلاً والنقصان لم يتبت به لم يتبت بالنص ولم تجد في شأنه رواية معتمدة ولكن الإمام مالك رحمه الله تجه إلى القول بالزيادة دون النقصان في أحد الروايتين عنه لأنه لا يرغب في الحديث عن نقص الإيمان وإن لم يكن يمنعه لاعتبار أن الزيادة كما قلنا واردة بالنص والنقص يعني لم يرد به نص على كل حال تبقى هذه القضية قضية الإيمان وتمرته العمل هي مجمل اعتقاد أهل السنة من سلف الأمة الأعمال تزيد الإيمان وتزيد بالطاعات والأصل فيها أن يأتي المسلم ما استطاع من الأعمال الحسنة التي تزيده إيمانا وتزيده تقربا من الله سبحانه وتعالى والمعاصي تؤثر على الإيمان على شرط الكمال الواجب فيه وإن لم تكن مؤترة على أصله الذي هو كونه واقرا في قلوب المؤمنين والمسلمين وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فإذا ما يشاع وما يقال عن كون الأشاعرة أو بعضهم لا يربطون الأعمال بأصل الإيمان وكونهم أقرب إلى قول أهل المرجئة في هذا الباب ليس له ما يسنده ونحن قد استعرضنا أقوال إيمان أبي الحسن وكثير من نصوص وأقوال الأشاعرة تؤيد هذا المعنى وهو منهج القرآن الكريم في ربطه للإيمان بالعمل الصالح دائما وفي سؤال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف عن الإيمان والإسلام والإحسان قد جمع بين هذه الأصول كلها فالإيمان الأصل الذي يقار في القلب وهو التصديق الإيمان والإسلام هو التمرة العملية الإسلام هو الأعمال التي يقوم بها المكلف التي هي العبادات والتي هي المعاملات وغيرها ثم الإحسان هو الإخلاص فيه ما معاً أن يكون المسلم مخلصاً في إيمانه وأن يكون مخلصاً في أعماله فالحمد لله هذا حديث جامع يؤكد لنا يعني هذه المسألة التي تجمع بين الإيمان وبين تمرته وبين ضرورة الإحسان فيه ما معاً قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وإلى حصة قادمة بحول الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته